السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم على قناة كوزين فاميلي اليوم ان شاء الله نشترك معاكم اربع سلطات او مقبلات دافئة بطريقة مميزة كيجولدادين بزافت من ان شاء الله يعجبكم وتفضلوا معايا بشوفوا تفاصيل الفيديو بسم الله على بركتي لا اول حاجة هنا خديت هي البدنجان غدا نحضره سلطات البدنجان هنا كنزوله القشراء دي البدنجان وكندهنوه بزيت الزيتون وكرشوه بالملح وكنوضعوه في الفرن ساخن درجة دي الحرارة ديالو مائتين واربعون هنا نفس الشي يعني خطيت هنا القرعة او الكوسة اللي دهنتها بزيت السيتون رشيتها بالملح وكذلك الفرن كيكون مسخن على مائتين واربعين درجة هنا نفس الشي يعني نفس طريقة ديال تحضير غدا نوجده هنا السلطة بحد الفلفلة هدي لي شويتها وزولت لها القشرة من بعد ما طحنت الفلفلة حمرة هنا غدا نحاول اني نشفها من الماء غدا نضيف لها التوابيل وكنحاولو نشفوها بالماء باش نقدر من الماء باش نقدر نحتافظ بها من بعد يعني هاد سلطة هاد و هاد سلطة ديال القرعة وصلطة ديال البدنجال نقدر نحتافظو بيوم حتى الأسبوع في تلاجة هنا اضفت شوية ديال الملح ففلة حارة قطعة طريفات صغار والكامون والبابريكا اللي هي تحميرة هنا شوية ديال زنجبيل ما كان كتروش لانه كيمرر هاد سلطة هادو ما كيبغوش بزاف الزنجبيل و بالنسبة للهريسة كتبقى على حسب الضوء ديالكم كيف ما كتشوفو معايا يعني كنبقى نحرك هاكدك غي باش تنشف ليا في اخر لحظة يعني مبعد مرور عشرة ديال الدقايق هنا ضفت تومة هنا سفي تقريبا يعني طفيت على على السلسة يعني غي عرفتو مع الضوء كيبقى كتبقى يعني البوطة شوية سخونة ولكن راسة في طفيت عليها ضفت زيت السيتون شوية ديال قصبر والمعدنوس وغدا نضيف هنا القصبر عفوا ازعتر صافي وكتصبح السلسة ديالي واجدة هنا غدا نضيف هادي اضافة غي المال يكيتلق هادك الحامض المسير يعني ممكن نحاوض نعوده بالحامض المسير او شوية ديال عصير ديال البرتقال ديال الحامض او الليمون هنا هاد عندي هاد خديت هاد القنينة هادي غدا نحتافظ بالنص ديال هاد السلاطة ونص دياله غدا نستعمله كنحتافظ بياب هاد طريقة هادي يعني كنوضع دنجال اللي شويته في الفرد كندير طبقة ديال الدنجال وطبقة ديال السلسة هاد السلسة هادي كتجيل ديدا 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 بزفت مناشاء الله تجربوها بزفت ديال اخوات جربوها إلا جربتوها ما تنسوش توضع لي الخبار سافي وكننضيف زيت الزيتون لأن هاد الزيت زيتون هو اللي غدا يحافظ لنا على هاد السلاطة وهاد مقبلة أو السلاطة اللي يزوين هو أننا نقدرو لك نعد نضياف يعني نقدرو نحضروها بيومين قبل أو تلت ميام قبل ماشي مشكل كتبقى مزيانة وما كتخسر ما تشي حاجة يعني ممكن ان شاء الله تجربوها وتعجبكم كجيل ديدا 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 وحتى الاخير ضروري ما كنغطي ومزيان بالزيت الزيتون لأنه هو اللي غدا يحافظ لنا عليها كيف ما قلت لكم سافي هادي غدا نوضعها في تلاجة وهنا غدا في سحن تقديم يعني كنقدمها بهالطريقة هادي كن نحطى يعني كن حطى الدنجال لي كيكون ملح تيجا يعني في شوية دي الملح باش ميجيناش باسل وكن زين هادي الصلصة من الفوق هات الصلصة هادي فيتا تشاركتها معاكم يعني ممكن نطيبو فيها حتى الحوت كتجيل ديدا بزاف مع الحوت ممكن نحطوها رافقو بها الحوت يعني نحطوها بوحدها ممكن نحتفظو بها في الكونجيلاتور ممكن ممكن نطيبو بها حتد حتى يعني دجاج يعني عندها استعمالات كتير لانها كتجيل ديدا 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 بزاف وهي الفلفلة حمرة مع حلوة كتجي يعني كتجي خفيفة وزبينة وكتوتا مع الماضاق دي الحموضة يقدرنا فيها الحامض صافي طريقة ديل يعني تقديم ديل هاد الطبق ديل هاد الصلصة هادي بهالطريقة هادي كيف ما كتشوفو معاي هادي هادي نفس الشيء بالنسبة للقرعة إحتصل هى غدا نقدمها بنفس الطريقة هاد السلطات او المقبلات في اتمنى نزلت واحد الفيديو رح طويل فيها بساف دي المقبلات بالطريقة ديالي اه الى بغيتو ما زال فيديو اخر او وصفات اخرى ديال المقبلات غيكتبوها لي في التعليق ونشوف الى كانت طلبات كتير ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله نزل لكم فيديو لفيديو او جوز ديال الفيديو ان شاء الله اللي فيه مقبلات اخرى يعني ساخنة هاد مقبلات هادي كعجبونا بزاف يعني كعجبو العائلة ديالي بزاف هاد المقبلات كيجيولدادين وبها الطريقة هادي احتى الوليدات كي ياكلوا يعني الخضراء بحذا بهاد القرعة هادي لطيبنا ابو احدا ما كيتعجبش الوليدات ولكن بهاد الصلصة هادي كتجيزوينا وخاصة اني كنشويها في الفرن يعني هاد طريقة هاد القرعة ضروري مكن شوية انا يافلفر ولكن دوزو اغيب شوية مع زيت الزيتون شوية ديال التومة هاكده كتكال اه حسن من اه سليق هي مكتبغيش سليق القرعة بالمرة دابا غدا ندوزو باش نحضروا اه سلطة الثالثة اه هنا غدا ناخد زيت الزيتون هنا عندي بصلة اه بصلة كبيرة شوية ديال ملح هاد البصلة هادي ضروري مكن كراميلي زوا كيف ما كتشوفوا معي ها غادي تلدد لنا هادك حينت غدا نستعملها ان شاء الله احتى الاخر لحظة عد كنضيف تومة لان بغيت يبقى الماضاق ديالها ما بغيتهاش تدبل تومة هنا عندي خيزو لقطعتو طريفات صغار وشوية توف الفرن لان احتى هو كي جلديد بهالطريقة هادي وممكن انا ننشحر وغيف المقلاء لما بغيتوش تشويه في الفرن احتى هو بنفس الطريقة يعني شوية توف الفرن بشوية ديال زيتون وشوية ديال الملحة هنا عندي الباربة الباربة كنناخدها اه كننغلفها بالورق الطهي والبابي اليوم وكننطيبها في الفرن باش كتبقى محافظة على اللون ديالها وكيف ما كتشوفوا معي اضفت البصل المشحر يشحرتوه هو لغادي لدينا هاد العدس هادي هالطريقة مغيرة ديال العدس باش كي احتى هو كيت كيتكلب هالطريقة هادي لانا فيها الباربة حلوه وخيزو حلو وديك البصله مشحره حتى هي كتزيت للدوء هنا غنضيف شوية ديال الملح ضفت شوية ديال القصبر والمعدنوس شوية ديال الحار هاد المسائيل كلها غنضيف دابا كتنكه ويعني كتبقى اختيارية بالنسبة للحارة كيبقى على حسب دوق ديالكم مش كيعجبكم الحار ولله ولكن ما كيجيش حارة هاد الشي اللي كان نضيف غيبش كي لدد لنا وصافي هنا ضفت ريحان او البازيليك نسيت معرفتش اسميته البازيليك نسيت اسميته صافي اه الحبق انا تفكرته اه الحبق اللي كنخليه هكدا كيف ما كتشوفو معايا ما كن نقطعوش اه هنا في هات السلاطة هادي بغيت بغيتو يبقى يعني صحيح باش المعداق ديالو كنحسو بيه مزيان اوضفت هنا زيت الزيتون صافي وهي دبا السلاطة يعني ممكن تضيفو الكامون ممكن تضيفو القصبر كارم ممكن ناشفو كارم مهم على حسب بالنسبة للتوابل كتبقى على حسب الضغ ديالكم هادي كتكل يعني اما ناكلوها دافية اما سخونة اللي بغيتو يعني ممكن دخلوها تتخنوها في الفرن قبل ما تتناولوها هنا في مقلاس خديت زيت السيتون هنا بصيلة مقطعه رقيق وهنا التومة هات السلاطة هادي تهي كجي رائعة جدا كجي المادق ديال هزوين بزاف هنا شوية ديال زنجبيل الكامون كامون كن نضيفو صحيح هات السلاطات كلها كنفضل نضيف الكامون صحيح باش مكي جيش لمرورة ديالو هنا اضفت البابريكا او تحميرا وورق الرند او الغار او ورق سيدناموسا وهنا يا عندي خاليط من هاد شي كله سلقتو في الماء عندي الحمص الزيتون او جلبانا يعني كتاخدو الكيمياء اللي بغيتو اي لما كانش عندكم زيتون وهنا هاد غنضيف السلصة اللي بقاتلية نفس السلصة اللي استعملتها في السلاطتين اللولين اي لما كانش عندكم زيتون ديال هاد زيتون مثلالا اللي استعملت استعملوا غي زيتون عادي وقطعو طريفة صغار وصافي اضفت شوية الزعتر اضف القصبر و المعدنوس هاد السلطة هادي كتجي الديدة 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 بالساف وضفت الحمص صافي تهياء وجدات كنقدمها هاكدا هادي كتكال سخونة كتجي احسن سخونة هنا غدا كي توات معها مزيان زنجلين حتى هوا يعني ممكن اما تخلطوه مع السلطة او كتزينو بهم كيف ما حضرتها انا وصافي ها هما السلطة توجدون اتمنى ان شاء الله تجربوهم اعجبوكم وكتستقو كنقول لكم الى وصفة جديدة ان شاء الله استودعوكم الله الذي لا تضيع ودائعوه اشتركوا في القناة